أصباح الأمين حضرة معنا اليوم عدد كبير من الكنيسة السوريانية في السويد شفتوهم وهم بيسلم وهم بيحتموا بالناس الفقر ربنا يكون عنهم ونحييهم جميعا سؤال لماذا نمتنع من أكل اللحوم وما أشبه في الصيام هل هذا ذكر في الجنجيل؟ لما ربنا خلق الإنسان خلقه ما بيكلش اللحوم بيأكل نبات بس ودي تجدوها في الإصفاح الأول من سفر التكوير ربنا أن الإنسان يأكل من ثمرات الأرض ولم يسمح الله بأكل اللحوم إلا بعد أن فسد البشر وأغرقوا بالطوفان نتيجة فسدهم وبعدين بعد ما خرجت المجموعة التي كانت في الكرن ربنا قال لنوح في إصفاح تسعة من سفر التكوين أن تأكل من اللحوم ولكن لا تأكل لحمة بدمه لا تأكل لحمة بدمه يعني اللحم اللي مش مستويه فيه دم ما تأكلش منه أو واحد مثلا مجزار يأخذ حتة كبتة زي ما هي بدمها ويأخذتها ويبلحها ويكلها حرام برضو لكن لحمة بدمه لا وبرضو لما ربنا أخذ الشعب في البرية كان بيرسلهم أكل المن والمن مثل قطايف بزيت فكانت عن نباتي وهم لما بكوا واشتكوا واشتكوا اللحوم إداهم لحمة مع عقوبة فأرسل لهم السلوى لحوم ولكن مع عقوبة لأنهم اشتهوا أكل اللحم ومع ذلك اللحمة مش حرامة ممكن تأكلوا لحم ولو إن حاليا تلوقت كتير من رجال الطب يقولوا لما الإنسان يبلغ لأسنة كبيرة ما يكلش دهوم ولا لحوم كتيرة خوفا من الكولوستروق ولو إن في ناس بأكلوا ما بيقرأوا لهم شعبا لكن مش كله يعني فأنت عايز تأكل لحمة كل لحمة محدش قال لك حالي الأكل النباتي كان هو الشيء الطبيعي وبعدين أكل اللحوم بدون دم وبعدين أحنا في فترة الصيار بنمتنع عن أكل اللحوم نوع من التقشف والزهر دي من جهة ومن جهة تاني عموما اللي بيأكل لحمة كتير طبقى الطاقة الغضبية عنده أشد من غير يعني الناس اللي ما بيأكلوش لحمة كتير تلقيهم هاديين في طبعهم عن اللي بيأكلوا لحمة كتير مش عايز حد يزعل مني من الموجودين ويقول أنا بأكل لحمة وبتقول علي ما بقولش عليك حالي جايز أنت تكون بتاكل لحمة طبعك هذا وبعدين سؤال ثاني لماذا في المسيحية يتزوجون مرة واحدة وموسى قال من يطلق المرأة يعطيها كتير طلاق محدش قال المسيحيين يتجوزوا مرة واحدة يتجوزوا امرأة واحدة يعني في الوقت الواحد ما يكونش يجمع أكتر من امرأة لكن لو ماتت ممكن يتجوز غيره وحكاية يتجوز امرأة واحدة أنا كنت نشرت عنها كتاب اسمه شريعة الزوج الوحدة في المسيحية ممكن أنت تقرأ كتاب ده بدل معرض ألخصه لك في المحاضرة دي واحد بيقول هل الزواج اختيار من الله أم هو اختيار الإنسان طبعا لو ربنا اختر لواحد امرأة تبقى أفضل الحلو لكن ازاي يعرف انها اختيار من الله دي المشكلة فحاليا الانسان بيختار لنفسه وربنا بيبارئ اختياره زي ما بيقول الكتاب ما جمعه الله لا يفرقه انسان فالاختيار بيبقى من الإنسان والمباركة بتبقى من الله فبيكلم عن الاختيار من الله يقول هل الله يختار شريكة الحياة بإنسان بغير إرادة الإنسان تحت أي ظروف لا ربنا ما بيرغمش واحد يجوز انت تتجوز وحدة تجد فيها الصفات روحية بتاعت ربنا وكل ما تكون بتاعت ربنا يبقى تقدر تقول دي من الله واحد يقول نحن نؤمن ان الرب يسوع الاقنوم التاني اخذ جسدا وتأنس وصور جومات وقام لأجل خلاص ولكن الجسد بدون روح مية كما ان اللهوت لا يتقلم لانه اله خالد ولكن هل اتخذ ربنا يسوع المسيح جسدا وروحا مع لهوته أم أخذ جسدا فقط لا أخذ جسدا وروحا عشان كده احنا بتقول تجسدا وتأمس كلمة وتأمس يعني وصار إنسانا أف الرومي وصار إنسانا إنسانا كاملا واللي قال له ان ما يحتجش المسيح لروح ويكفر روح القدس الكنيسة اعتبرتها هرطقة وحكمت عليهم بالهرطقة ليه بقى لأنه لو أخذ جسد فقط بدون روح يبقى لم يشبهنا في طبيعتنا فعشان هو يشبهنا في طبيعتنا تمام شابهنا في كل شيء مع هذا الخطيئة يبقى لازم يبقى فيه جسد وفيه روح والروح دي هي اللي ساعت الصليب لما مات المسيح قال للآب في يديك استودع روح روحه يعني روحه الإنسانية واحد بيقول تقدمت لخطبة بنت عمي وفي نفس الوقت هي بنت خالتي وتمت الموافق لأ وتم الرفض رفضوه يا عم فسألت عن السبب فأجاب عمي بأن جواز الأخارب غير مرغوف فيه لعدم إنجاب أطفال الصحاء وأنا متمسك بطلبي هذا وكذلك الأهل كلهم عدعم هو يعني طبيا بيقوله توالي الزواج بين الأقارب يوجد ناس في عين توالي مش يعني واحد تجوز بنت عمي وخلصت يعني مشيت الحكاية كذا مر أقارب في أقارب في أقارب فأمك ما يقصدش ورفضك هو بيتكلم عن المبدأ إن زواج الأقارب بالشدة ممكن يتسبب كده وخصوصا بنت عمك وبنت خالتك في نفس الوقت ما بنت عمك وبنت خالتك عن اتنين إخوات تجوزوا اتنين بنات إخوات تابعوا الموضوع وشوفوا هل قبل كده كان ماشي زواج أقارب أقارب يقصدوا قرابة شديدة يعني ولا لي أول مرة إن كان أول مرة فلا فيش خوف منها كثير لكن إذا كان التتوالى يبقى برضه في خوف سؤال هل الشفاعة القديسين تفيد إرادة الرب ربنا قبل شفاعة القديسين كثيرين كما قبل شفاعة إبراهيم وشفاعة موسى النبي وشفاعة كثيرين في الكتاب اللي أصدرت لكم عن اللاهوت المقارن فيه فصل عن الشفاعة يارد تقرأ أتلاقي كلام كثير سؤال لماذا لا نعرف شيئا عن الفترة التي عاشها السيد المسيح له المجد قبل بدء خبنته وكيف كانت لأن الكتاب المقدس أراد أن يقدم لنا قصة خلاص البشرية والفترة الأولانية دي يعني مش هي الفترة الخاصة بخلاص البشرية من أول رسالة المسيح وفداؤه هو ده اللي شدد عليه الكتاب المقدس ومع ذلك التاريخ حدثنا عن زيارة السيد المسيح لأرض مصر في طفولته لكن ما جالش بالكتاب المقدس لأن المعجزات اللي حدثت كتير جدا والكتاب المقدس زي ما قلت لكم عايز برده بردو تدل على لاهوته ازاي هو شاب صغير كان بيتكلم كلام والناس منبهرين منه واحد بيقول منذر شهرين توفي زوج عن متي ومن لحظة الموت وهي يائسة تبكي ليلة ونهارا وهي معنى الآن فأرجو من قدسك أنك تعزيها بكلمة روحية وأن تذكره في هذا الاجتماع هو اسم كذب البقية في حياة لم يمنحهم من البكاء لكن الكتاب يقول بكى يسوع فما علش شيء طبيعي أنها تبكي على زوجها ربني يعزيها تاخد وقت وبعدين ربني يبعط لها العزاء من الروح القدس من عنده سؤال واحد بيقول أنا شاب قبلك من العمر 27 سنة كنت أحب فتاة كانت تعمل معي في شركة قطاع خاص وتمت الخطوبة بدون مشاكل ولكن ذات يوم أعطتني الدبلة في الشركة بدون مقدمات واليوم قد تركت الشركة مع العلم أن أن تم فسخ الخطوبة منذ عام هي كانت عايزة أعدى الصريحة تقعد معها تقول لها إيه السبب يعني وإن ما كنتش تعرفه كنت تسأل في العيلة عندها يعني ليه تبقى فسخ الخطوبة جايز في حاجة هي لحظتها وإنت مش ملاحظها ثم بتسألني السؤال ده بعد عام ليه ما سألتوش من ساعتها كنا مشاف لك حل في وقتها هتجيلها تروح ليها أو يعقلتها وتقول لها أنا فكر زمان من قيمة سنة كنت فسخت الخطوبة لازم فيه سبب وإن كنا لا نعرف واحد بيقول هل إنجيل برنابة صحيح أم خطأ طبعا ده مزور كتاب مزور كتاب مزور وفي دائرة المعارف العربية المميثرة التي أشرف عليها أستاذنا الدكتور أحمد شفيق غربال كتب عن إنجيل برنابة إنه إنجيل مزيف وفيه أخطاء تاريخية وجغرافية لا تخفى عن القارئ ونفس الإسلام لا يؤمن بإنه فيه إنجيل نزل على برنابة مش موجودة دي في القرآن إنما المسلمون يؤمنون بإنجيل نشره عيسى ابن مريح وكلمة برنابة غير موجودة على الإطلاق في القرآن فالمؤمنون فالمسلمون الحقيقيون يرفضون إنجيل برنابة وأتذكر أني قرأت مقالا للأستاذ عباس محمود العقاد قال عن إنجيل برنابة دائم إنجيل مزيف ولا يخفى ذلك عن أي مسيح أو يهودي أو مسلم يؤمن بدينه وأنا فاكر أني كتبت عدة مقالات نشرت في جريدة وطني عن هذا الإنجيل المزيف أبطل حلقه ككتاب فيما بعد وفيه خرافات خرافات لا يقبلها خرافات يعني كلام مش ممكن أبدا يقبلوا عقل ياريت أطلع لكم كتاب دي باكويس وإذا لم أبلغ صاحب المعهد يعني خاف لألا يجرى حاجة لا طبعا مش أصول إنك أنت قتعد تقول كل صغير وكبير وإلا كل زملائك ينظروا لك نظرة وحشة جدا وبعدين يقاطعوك كلهم ومت يبقى سمعتك وحشة ودينيا مش صاحب وقل صاحب المعهد كلنا مش قد الشغلان نبي في أربوك تعرفين ما سؤال واحد بيقول كتير بفكر في الرغبان وساعات بقول أنا خاتم أقدرش عن الرغبانة وحالة الروحية السيئة فما رأيك؟ تزور الأديرة وتجرب وتشوف زيارات وتقعد مع أبائر الدير رؤساء الدير وتحكي لهم وتاخذ مشهورة من روى الدير سؤال عندما يكون هناك مشكلة بين أب كاهن مثلا وفرد من أفراد الشعب هل نلجأ إلى الأسقف الذي يقف أحيانا بجانب الأب الكاهن سواء كان على حق أم على غير حق إن كنت عارف إن الشك واللي لأسقف مش تجيب نتيجة بلاش تشكي تعود مع أب الكاهن وتتفاهم معاه وتستلحه سواء لكن طبعا ومش كل الأباء الأسقف يقفوا إلى جوار الكاهن إذا أختار لهم سؤال هل وجود صور التي تبيئسين في المنزل لها دور في حياتنا على قد لما تبص للصور تفتكر السيرة الطيبة بتاعتهم وتتمثل بيهم يعني زي ما بنحط الصور في الكنيسة أيقونات ونتأثى بيهم واحدة واحدة بتقول صديقتي متقدن لها شفاق لخطوبتها وهم اللي اتنين لهم حياة روحية ومناسبين فبماذا تنصحها نقول لها تسيبلك واحد منهم وكثير عليها واحد حاجة عجيبة صعيد في واحدة يتقلل لها اتنين وواحدة مش لقي حد نكتشف الأسئلة دي نكتشف الأسئلة دي نكتشف الأسئلة دي بله شكرا ما فروض تكون للكل بس بالنسبة لربنا في كمال المطلق بالنسبة للبشر كل واحد على قد وهي صفة القداسة الله قدوس وفي تسبحة السارة فيه كان بيقولوله قدوس 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 السماء والأرض مملؤتان من مجدك وإحنا بنقول تسبحة ثلاثة تقديسات قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت في كل صلاة من صلوات الأجبية ومش إحنا بس برضو كل كناس الأرطوديكس بيقولوا هذه الصلاة وفي سفر الرؤية نجد صفوف السمائيين بيسبحوا الله ويقولوله من لا يمجدك يا الله ويبارك اسمك لأنك أنت وحدك قدوس وكما أن الله قدوس كل ما يحيط به يتصف بالقداسة كل ما يحيط بربنا يتصف بالقداسة فحولوا الملائكة نقول عنهم الملائكة القديسين وبيت الله نقول بيت الله المقدس والأعياد الخاصة بربنا والمواسم أن نسميها الأعياد المقدسة والمواسم المقدسة وكتاب الله نسميه الكتاب المقدس والصلوات الخاصة بربنا نسميها الصلوات المقدسة التسبحة البسخة اسبوع الالام كل ده نصفه بالقداسة ايضا حتى اسم الله ايضا اسم الله قدوس وبنقل في التركيل اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك واول طلبة في الصلاة الاقبية بنقول فيها ليتقدس اسمك يعني ليتقدس اسمك يعني ليكن استخدام اسمك استخداما مقدسا فلا نستخدمه في الامور التافهة من امور العالم ولا ننطق باسمك باطلا دي حكاية بقدس اسمك ولما بنقف امام الله في صلاة الشكر يقول ان احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا كل السلام مع مخافة فاليوم اللي نقف فيه امام الله يبقى يوم مقدس ويوم العبادة يوم مقدس وبنقول على يوم السبت انه يوم مقدس لانه يوم الرب والكتاب بيقول اذكر يوم السبت اللي تقدسه يعني ليكون مقدسا في نظرك لانه بيت الرأي لانه يوم الرب حتى الخلاجي اللي احنا بنستخدمه بنسميه الخلاجي المقدس والمكان اللي نقف فيه نسميه مكان مقدس نقول كل حسد وكل تجربة فالشطان الى اخره انزح عنا وعن هذا المكان المقدس ايا كنا نصلي فيه فهو يتقدس بصلواتنا وهكذا يكون المؤمنون باستمرار يعيشون في جو كدسي في علاقتهم مع الله وربنا نفسه بيقول كونوا قديسين كما اني انا ايضا قدوس تكونوا قديسين عشان تبقوا صورة الله ومثاله والمؤمنون كانوا يسمون قديما بالقديسين يطلق عليهم كلمة القديسين بولس الرسول يقول سلموا على كل قديس في المسيح يسوع كلهم قديسين ويقول على المرأة التي تكرس كارملة من ضمن صفاتها تكون غسلة ارجل القديسين دلوقتي طبعا بنتكلم عن القديسين على درجة معينة من المؤمنين لكن زمان كان كل مؤمن يعتبر من القديسين لانه تقدس بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية وتقدس بسر الميرون المقدس حينما يرشم بعد المعمودية ستة وتلاتين رشما في كل فتحات الجسم ومفاصله عشان يقدس كل الجسم من قمة الرأس الى اخمص القدمين كل ده بيرشم بزيت الميرون المقدس ويقدس الانسان ايضا بالتناول من الاسرار المقدسة ولاحظوا اسرار الكنيسة هنا بنسميها الاسرار المقدسة ولذلك نحط اصدنا كم اية في الموضوع ده حتى في العهد القديم كان التقدم للزبيحة يستلزم القداسة اولا ففي سفر السموئيل الاول الصح 16 لما السموئيل النبي اراد ان يزبح زبيحة في بيت ياسا البيت لحمة قال تقدسوا وتعالوا معي الى الزبيحة تقدسوا وتعالوا معي الى الزبيحة فالقداسة تسبق التناول وتكون نتيجة للتناول ولذلك لا يتناول الا القديسون زمان كان يصلوا في الاول قداس الموعوظين يحضره الشعب كله يسمع القراءات المقدسة من البولس والكاسيليكون والابراتسيس والانجيل والمزمور ويسمع الاذا ويمشي لا يحضر القداس الاله قبل ما كان الشماس يرفع كان الشماس ينادي قبل ما الكهن يرفع الابرسفرين يقول لا يقف موعوظها هنا لا يقف غير مؤمن لا يقف فارتوق الى اخره موجودة دي في كتب القوانين القديمة ما بتتقلش دلوقت لكن القداس الالهي اول ما نبتدي فيه القداس القديس نسميه قداس القديسين يعني قداس القديسين يعني الذين يتناولون من الاسرار المقدسة وبهذا يكونون قديسين ولذلك ولذلك نقول في بداية الادازة قبل التناول القدسات للقديسين القدسات للقديسين يعني هذه الاسرار المقدسة جسر الدم هي للقديسين فقط لكي لا يتناول احد لكي لا يتناول احد بدون استحقاق والمكرسون كانوا يدخلون ايضا في صفة القديسين ولذلك زمان في تكريس الابكار ربنا ما امشل موسى كرس لي الابكار في خروج الصح 13-21 قال له قدس قدس لي كل بكر كل فاتح رحم انه لي قدس لي كل بكر كل فاتح رحم انه لي ولما جه الكهنة الهاروني حل محل الابكار قدسه لي يعني خصصه لي يبقى مقدس لربنا يعني يبقى مخصص لربنا ولما تقول قدس يوم السبت يعني خصصه لربنا يبقى يوم بتاع ربنا مخصص لربنا لا تعمل فيه عملا اخر غير ما يختص بربنا وبيوت الله المقدسة يعني ايضا المخصص لربنا لا تستخدم فيه شيء اخر او غرض اخر غير ما يخص الله ولعل هذا التعبير ايضا ينطبخ على ما ورد في يحنى السبعتاشر حيث قال السيد المسيح من اجلهم اقدس انا ذاتي وهو قدس بطبيعته لكن هنا اقدس ذاتي يعني اخصص ذاتي من اجلك ومواسم الرب واعياده المقدسة لانها مخصصة للرب تفرز لله تخصص لله وانت لما يقدس قلبك يعني يخصص قلبك لله ولما ربنا يوحي في الكتاب المقدس يقول القداسة التي بدونها لا يعين احدا احدا الرب فيش حد يعين الرب يعني يشوفه بدون هذه القداسة سواء في الارض او في الملكوت يقول في الملكوت لا يدخله شيء نجس ولا رجس ونقول على اورشريم السمائية اورشريم المقدسة فحكاية القداسة دي لما ربنا يطلب مننا القداسة يطلب ان اكون مقدسين جسدا وروحا وفكرا ولسانا وحواسا تكون حواس الانسان مقدسة نظراته مقدسة السمح مقدس لسانه يكون مقدس يعني ايه يكون مقدس يعني يعني لما سألوا ربنا من جهة الاكل المقدس والاكل النجس قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان لكن ما يخرج من الفم ينجس الانسان يعني كل كلمة بطالة تخرج من الفم تنجس الانسان ربما واحد يفتكر المجاسة زي خطية الزنا فقط لا النجاسة تشمل اشياء كثيرة اذا كان كل كلمة بطالة تخرج من الفم تنجس الانسان اذا الشتيمة تنجسه والادامة تنجسه ومسك سيرت الناس تنجسه وباقي اخطاء اللسان كلها كالفاظ الكبرياء والفاظ العبث واللهو والمجون كلها تنجس فالانسان القداسة اللي هي عكس المجاسة ليست للجسد فقط لان احنا في صلاة الثاعة الثالثة نقول نجنا من دنس الجسد والروح نجنا من دنس الجسد والروح فكما ان الجسد جايز يتنجس بالزنا ممكن الروح تتنجس بالتجريف وتتنجس بالشك في ربنا وتتنجس بانها تعيش بعيدة عن ربنا فخطورة عدم القداسة انها توصل الانسان اللي مجاسة وتحرمه من الملكوت وتحرمه من الشركة مع الله ومن خطورة النجاسة ايضا ان اذا كان زي ما بيقول بولس الرسول في كورنسوس الاولى ثلاثة وكورنسوس الاولى الستة ان اجسادكم هي هيكل لله والروح القدس سهل فيكم فقال بعدها من يفسد هيكل الله يفسده الله يعني لما تنجس الجسد انت مش بتنجس مجرد لحمه دمه انت بتنجس هيكل الله اللي الروح الله بيحل فيه وايضا قال في كورنسوس الاولى الثلاثة برضو عن خطية الزنة افأاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية على اعتبار ان جسدنا هو اعضاء المسيح هو الرأس ونحن الجسد فشوفوا الخطورة وصلت لحد فين ومن هواقب النجاسة انها كانت السبب في اول عقوبة صدرت بعد طرب الانسان الى العالم عقوبة الطوفان العقوبة العامة عقوبة ابادة تبتدي ازاي في سفر التكوين الصح 6 لما رأى اولاد الله بنات الناس ان هن حسنات يعني بدأت شهوة الرجل للمرأة وبدأت يتخذوهم نساء ليهم ابتدت عقوبة الله وقال ربنا ان لا ابقي حية على الارض اي كل نفس ذات حية وكل نفس ذات حية تورينا مشكلة اخرى تورينا ان نجاسة الانسان تنجس الارض التي يعيشوا فيها وتنجس ما حول تتنجس الارض بسببه والتعبير ذا موجود كتير اول في الاهد القديم وحتى في اول خطية قتل لما قايم قتل اخاه غابيل قال له ملعونة هي الارض التي قبلت دم اخيك من يدك فلعنت الارض بسبب خطية قايم لعنت الارض يعني تحل عقوبة الله على الارض بسبب خطية الانسان فخطية الانسان بتفرش وتمتد وتكون لها نتائج من الصعبة المحصية ايضا اهلاك سادوم كان براسط خطية النجاسة والشذوذ الجنسي حرق الله مدينة باسرها من اجل هذه النجاسة ومن الاوصاف التي وصفت بها هذه النجاسة انها كانت ترمز اليها بعض امراض واحيانا تكون نتيجتها زي مرض البرس والسيل وكان الشخص الابرس يطردونه خارج المحلة لان لا ينجس المحلة بهذا المرض اللي كان يربز القضية ايضا بل حتى ذبائح كانت تحمل الخطايا كانوا يحرقونها خارج المحلة كل دي تورينا ايه عقوبة النجاسة وازاي توصى يبقى بعد كل دا ان احنا نسأل كيف يتقدس الانسان بيتقدس اولا بالدم كما قلنا ان دم المسيح طاهرهم كل خطية ويتقدس بالسر الميرون ويتقدس بالتناول حيث نقول في صلاة القدس تطهر نفوسنا واكسادنا وارواحنا او بنتناول طهارة لانفسنا واكسادنا وارواحنا ويتقدس الانسان بعمل الروح القدسي واستجابته لعمل الروح القدسي لان الروح القدس بيعمل وجايز احنا احيانا لا نتجاوب معه ولا نشترك معه في العمل ويتقدس الانسان بالجهاد الروحي وعمل النعمة مع هذا الجهاد ولذلك كبولس الرسول في عبرانيين 12 أربعة يقول وهو يعاتب العبرانيين انهم لم يجاهدوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة حتى الدم يعني يعني الجهاد الروحي يصل حتى الدم يعني لو ادى الامر انه يسفك دمه من اجل هذا الجهاد وتأتي القداسة ايضا والبعد عن نجاسة بدقة النفس والرجوع الى صورة الله وتأتي القداسة ايضا بمخافة الله البدء البدء الحكمة هي مخافة الله لان الانسان اللي بيخطئ لا توجد مخافة الله في قلبه وتأتي القداسة ايضا بعمل الله في الانسان نتيجة صلوات الكنيسة وصلوات الكهنوت الكهنة هو بيقرأ التحليل يقول قدسهم وطهرهم واملأهم من حوفك وحاللهم وحاللهم نطلب من الله انه وطينا هذه القداسة اتفضل اصلا من billionaire في увидد شكدة قدس من التهاية وطينا على WhatsR وطينا الصيح وطينا وصلا أيضا ويتعلم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر